استهداف قاعدة بلد والتي عرفت بقاعدة البكر الجوية تكرر هذا الاستهداف بالصواريخ وبشكل عشوائي الليلة أمس أهالي منطقة البحسان القريبة من القاعدة بأمثار معدودة هم المتضرر الأول من تكرار هذه الاستهدافات نحن منطقة البحسان نبعد عن القاعدة 500 متر يعني هذا تكرر دائماً ثالث مرة رابع مرة تكرر الحمد لله نقول الله دفعها عنها وطرعها بدون خسائر بشارية إذا تستمرد شيء تكرر حتى نشكد منها ما نبقى هنا زين موضعي هاي لازم للدولة يشوفنا حيال يشوفنا يعني هم الناس يشت تبقى يعني ناس عبرية تروح زين هاي البيوت تفلشتوا شين هاي الوضعي هاي ما عرف وهاي هي منطقة والساعة بالتسعة هاي لعشرة يعني بهيش وقت العالم اللي يطلع من بيتها يتعلل اللي يطلع يلعب هاي الاطفاء شين ذنبها احنا ولا ابتدين يعني قاعدة عسكرية بصفنا وين نروح ساكنين هنا أبن عنجد الى مثلا نبقى على هذا الحل نريد الحكومة سوي لنا حل حل نهائي مو يوم ويومين بس وعود من ذاك اليوم لها اليوم صواريخ تقع والله يطلعها سلامات والحمد لله والشكر احنا نقول عالة نطلعها السليمة بس النوب الشون تاليه الأوقات التي تتعمد جهته المنفذة لهذا القصف والذي عادة ما يكون في الليل روع المناطق القريبة وهدد حياة سكانها لذا فقط طالبوا بإنهاء ملف هذا الرعب المستمر ووضع حد لانتهاك حريتهم التي وصلت إلى عدم الأمان وهم نيام في بيوتهم كنا نايمين هنا كان أخويا ووالدتي يعني كنت موجود هنا يعني فجأة صار صوت ودخان وجيت لقيت والدتي بره يعني العصف ضربه يشمرها بره هي وأخويا ولما طلعنا بره دخان طلعنا بره ردنا بره جاءنا لقين صاروخ هنا ووقع واحد بره البيت وواحد البسان يعني هذه ليس كثير مرة تكررت يعني أددت أيام تكرر يعني وشنون يعني لذلك نحن إلامتها يعني يعني يوم يوم وين سنة سنة علمه هذا تلازم تيجي صر image هذا الشيء وإذا قاعدة هنا يمنى يعني واذا القاعدة يمنى يعني ابتليه يعني الآن قاعدة يمنى مهمة لا يريد أن ابتليه قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية جاء من جهة ديالا حسب رأي أهالي منطقة البحسان التي سقط قسم من تلك الصواريخ على بيوتهم تكرار هذا القصف يتطلب وقفة جدة وجهدا استخباريا مكثفا للكشف عن منفذيه من صلاح الدين فراس الحسني التغيير